من مكونات حركة سياسيين ذاك تبعوا بالحس الوطني بالوع السياسي وكونوا جبها هدفها التحرير الوطني هذا هو المنطلق الفلسفي لذونه في نشيد الوطني ليعتبر من أجمل وأرقى ليعبر على وجدان شعب أراضى أن يتحرر وكان له ذلك وأصبحت الجزائر قابلة للأحرار ها نحن من مدينة بسا قلعة الأحرار والثقافة والعلم والقيم والفنطازية والشهامة ولكن خليني نقول بلغة المصارحة والمكشفة باللغة التي يجب أن تكون أتبرئ الذمام من الله ومن وطن وأنا بالأمس القريب أتجول في مناطق عميقة مناطق التي احتضنت الثورة مناطق المتشبعة بالقيم بالأخلاق شعب المسلم مناطق بعض الله بفضل هذا الرجل يسمع ابن جيت بون ليرى الرئيس الحالي ليرى المترشح ورانا قانعين بمبررات موضوعية ولا داعي لذكرها لأن أغلبية شعب الجزائري قانع ما يقوم بهذا الرجل بإرادة صديقة وبنواية حقيقية وأن أشهد له ذلك عن الخوف لله أشهد له ذلك قولاً وفعلاً وفتح واحدة المرشة واسمها المناطق الظل أنا أقول لكم مع احتراماتي المجهولة كتقوموا به كملتخبين وكمجتمع مدني في نقل انشغالات المواطنين نحن السياسيين لازم أن ننقلون الشغالات ونوجدوا ناس ويراهم أنا يعجمني الحال كدو لي أصغر رئيس من الشعب الولائي شي جميل تقول لي أنا سندرت مكتب سياسي لقع شباب شي جميل وأنك الأجمل أداءنا وماذا نقدم لهذا الشعب فيجب أن نغير في نمطية العمل السياسي كسلوك ونخرج من الاحتفالات المناسبات يا وهي وقفات معذات وقفات ماذا نقدم لهذا الشعب وذا امتيحان أمن الله الوطن اللي ضحى عليه وحناني في مدينة العربية تبسي وطن اللي ضحى عليه بالدم من أجلك وأجلي باهم تتصون الواديعة وتبني حلم الشهيد جزائر قوية بمؤسسات قوية شفنا هذه النبرة وهذه الكاريزمة عند هذا الرجل متشبع بالحس الثوري متشبع بخلف المرميطة شيف فيها وعليها قال لحن الوقت أنه تجربتي المهنية والمصار المهني أن نجعل تصويب الكثير من الأمور وبدأ المعركة وتبع وحد العرف رمى قال الحر ورمى هذا التصور ذي الرؤية للشعب ولكن عاود نقول لي منطلق بداية سمح بعض مسؤولين تعليمات الرئيس ليس تطبق بحذافر كاين إنجازات كاين ناوي الصديقاء وكاين مجهود ولكن نقول لكم نحن في صوت الشعب كاين مسؤول مسؤول المسؤول يخدم يقول تبارك الله نعاونوه ونقفو معاه وكاين مسؤولين حان الوقت تسويب قال الحب سخويا قادر روحك وحشم هذه بلد فيها 45 مليون جزائري ماتوا عليها رجال ونساء حان الوقت الآن لأنه كرهنا من الشعب والشعب كرهنا الرجل المناسب أو لماذا نكرهه كلام لكن لا بعضنا كيف نحرب الحرق وكيف نحرب الكفاءات وكيف نحرب وليس بالحضرات وليس بالكلمة رننا نحن نقدم هذا الشعب نحن نحن مسؤولين أنا نقول لك أنا كسياسي ولا لا تقول مسؤولية تنفيذية ولكن نقول رأنا مسؤولين أن أنا مسؤول إلى هذا الشعب هذا لا يجردون مسؤولية سنة لأن أبا وأجداد كانوا أقل منه سنة وكان الفقر وكان لم يقرأ ولكن متشبعين بمدرسة حياة بيحب الوطن وتحملوا مسؤوليتهم إذن المسؤولية جامعية قد تختلف من طرف لطرف ولكن مسؤولية جامعية وبماذا المنطلق نحن كنا أكدنا وفي درد شاعد مرات مع الرئيس أن الاستثمار في المورد البشري وركزنا على الإنسان وطفل اليوم هو رجل الغد هذه الهندسة الحقيقية إذا أردنا أن نصوب ليجين ليخونش رسال الشهيد ليجين متشبع بالعلم بالأخلاق بالنظام وبالصبر لتولدوا الحكمة تعال الأباء من هذه المنطلقات نبدأ نفكر في بناء مدرسة حقيقية تصنع رجال ونساء ورافقهم تقوية المؤسسة هي الأصل هي الأسرة وهي الأساس ودورنا عما في التوعياء وبناء الطريق المستقيم تقولون نهضر الهضرة هذا وقع لا إسلامي تقولون نهضر الديمقراطية يا جمعاء الله يهدينا غيابنا على ديننا وغيابنا لأن الوطنية مواقف ثابتة والإسلام سلوك حضاري في المحبة والأخوة ما تكذبش إتقال العمل ما كاش نفاق فإذا كانت العمل السياسي ما فيهاش هذه العرافة هذه التقاليد لتبع الدين الذي يفتح أنه فاخورين بديننا وطنيتنا الجزائرية لرصيدها التاريخي النظالي في حب الوطن يضرب المثل في الجزائري في حب الوطن إذا كنا مش متشبعين اليوم في هذه القعدات وهذه اللقاعات وهذه الجلسات التي نسبها اليوم تعييدنا مبني على لغة العقل هذي شي مفرغ منه لازم نغير في نمطية العملية السياسية يا جماعة رغن غلطين ما نغلطين في العمل السياسي سياسي ميش تهريجي سياسي رؤيا راهي أنديانوسيك تحليل أوضاع مقاربة مبلية على العلم مقاربة مبلية على الأخلاق وفيه رؤيا ما يجب العمل من أجل تحسين مستوى معيش المواطنين اللي فيها الرياحية وتشد كرمته وتشد لحد الأدنى تعال لتخليه يعيش أولا كإنسان ظروف معيشية وقدرة شرائية اللي تخلي عطاءه وبناء الإنسان اللي تخلي بين جيل قادر أن يحافظ على هذه الوديعة الآن اليوم أنا أنا ننظر ونقف ونقول وهذه حملة انتخابية هذا الرئيس هو الأنسب الأصلح هذا لا يعني أننا ما نحترم المنفسين هذا لا يعني أننا نخون المنفسين هذا لا يعني وإنما لازم نحس الأداء كل واحد ندروه ندبا نقاش الأفكار أنا كنت نسلنا ما هي الأفكار ما هي المشاريع في كل قطاعات قال قطاعات اللي احتاجها المواطن هذه المشارتان عنده رؤية عنده برنامج وجسد الكثير من التزامات فيه ظرف زمانة ثلاث سنوات ليس خمس سنوات يا جماعة عامي كوفيد والعامي تاكوفيد باعتراف منظمة العالمية السحة كانت من أحسن الدول اللي سيجدت هذا المرض لك ما نبقى وش هل ينسودوا الأمر جاب رسالة أمل ولكن يبقى أيها الرئيس أحسن في اختيار المسؤولين خاصة على المستوى المحلي أنا أقول لكم كان ولد وكان مسؤولين في مستوى ما يدل عليه لا تتحدث ولكن يدل عليه تشعر أن يحب أن يعمل ويحب أن يعمل وكان يتبعون وكان يتبعون كان الناس لديهم لا أفهم ما أعلم شيء مرحب وكان دورك السياسي أنا ما جابوني ما نصفك اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي أنا ما جابوني ما نصفك أنا جابوا لي أننا نقل لهم الشعب ونقترح حلول ونجسد ونجد مؤسسة مع الإخوة والأخوات وشراكنا السياسيين أننا نبني ذلك المنتخب ذلك المسير لمثل الشعب حان الوقت الآن أن نعطي صلاحيات المنتخبين لأن المنتخبين هم يمثل الشعب فهما يدولوا والشعب يعطي الوكيل للمنتخبين حان الرئيس قوة هواش علاقة لازم نروح الانتخابات بانعطي المسدقية للرئيس ورسالة لداخل الخرج بانعطي المسدقية أنك أنت موكل أنك تتكلم باسم الشعب كيف كيف المسدقية الولائية والرئيس بلدية على مستوى المحلي